تتواصل سردية الدم العراقي وتدوم ما دام الصراع في البلاد بين متظاهرين سلميين وبين سلطة فاسدة تحميها قوات حكومية وميليشيات تدين بالولاء لغير العراق ليلة دامية شهدتها ساحة الاعتصام في النجف حين هجمتها ميليشيات القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا المؤتمرة بأوامر مقتدى الصدر هجمت الميليشيا المعتصمين بالرصاص والقنابل الصوتية والمولوتوف بل وبالسكاكين كذلك في تفاصيل الهجوم يقول مسعفون في ساحة النجف إن عناصر ميليشيا القبعات الزرق اقتحموا الساحة مساء وأحرقوا خيام المعتصمين ومن ثم قطعت الكهرباء عن الساحة لتبدأ مجزرة بشعة رح ضحيتها نحو 250 متظاهرا بين شهيد وجريح فتحت جنح الظلام وجد المتظاهرون أنفسهم فرائس سهلة لقناصي الميليشيات ومسلحيها الذين استهان بعضهم بالدماء المراقة مؤكدا أنها فقط البداية وبحسب متظاهرين فإن مقتدى الصدر وميليشياته كشفوا للعراقيين عن وجههم القبيح بعد أن انكشفت خدعته التي حاول خلالها ركوب موجة الثورة وحرف مسارها إلى ما يخدم نزعته السلطوية وسعيه نحو إحكام قبضته على المشهد السياسي والأمني في البلاد من ميزات الثورات أن تأتي كاشفة عن أفضل وأسوأ ما في المجتمع يقول محللون مؤكدين أن ثورة تشرين كما كشفت عن قوة وأصالة المتظاهرين العراقيين وإخلاصهم لوطنهم وإقبالهم على التضحية بدمائهم في سبيل عزته وكرمته فقد كشفت الثورة كذلك عن وجوه طالما حاولت خداع العراقيين بمزاعم الثورية ومحاربة الفساد بينما أصحابها غارقون في مستنقع الفساد حتى آذانهم الأمر الذي يشي بأن مستقبلا جديدا للعراق سيبنى على أسس صحيحة بعدما بطلت الخدع وتكشفت الحقائق